ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور هكذا شيعت العنبار على من من أعلام العراق وقامة من قاماته الوطنية الشامخة إنه الشيخ الراحل مشحن عباس الجسام الجميلي أمير قبائل الجميل القيسية في العراق فدموع المشيعين تستذكر وقفاته المشرفة تجاه بلده حيث يفتقد العراق اليوم عامة ومحافظة الأنبار خاصة وقبائل وعشار الأنبار أحد أعمدتها أحد أمراء هذه المحافظة أمير قبيلة جمال العام حيث تنعاه مجالس الأصلاح حيث تنعاه الفقراء حيث تنعاه اليتامة حيث تنعاه المساكين هذا الرجل الفذ المقوار الذي سجل في تاريخه ما لم يسجله أحد من قبله حيث أعفى عن قاتل ابنه وأستسمحه وأجلسه في ديوانه ومظيفه وأكرمه ثمانون عاما عاشها الفقد بين أهله ومحبيه ليوارى جثمانه الطاهر الثرى بحضور شيوخ العشائر والقبائل العربية العصيلة من الوسط والجنوب والمئات من أبناء محافظة الأنبار لما له من سمعة طيبة ومواقف عشائرية أصيلة ستبقى تخلد ذكراه في دواوين العشائر العراقية اليوم غادرنا فقيدنا أخونا وأبونا الكبير الشيخ مشحن عباس فهم العباس شيخ عام قبيلة الجميلة بعد معاناة طويلة مع المرض وفي ديار الغربة ونسأل الله إن شاء الله أن يسكن فسيح جناته ويلهم محبيه اللي هم موجودين اليوم اللي شفناها الناس اللي حضرت لتشيع جثمانه واستقباله بصراحة أن أثلجت قلوبنا لأنه عرفنا مدى محبة الناس لشخص الشيخ الذي قادرنا اليوم تمثل الأواصر العشائرية التي أسسها الفقيدون نموذجا من التعاضد الوطني الذي دفع بالقبائل العربية للمشاركة في تشيعه في صورة للتلاحم ووحدة الصف العراقي لقناة الفلوجة الفضائية أحمد ناجي ترجمة نانسي قنقر